بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة سنتحدث على الرندر. بس قبل أن نتحدث على الرندر سنتحدث في بعض الأمور الأساسية التي ستسهل علينا موضوع الرندر. مثل أنا أدخل صورة وأن أنا أتحكم في الماتيريال. فأنا أريد دائما أدخل صورة وعيز أدخل أي عنصر في قلب الشغل بتاعي. أجي هنا من انسيرت. وأقول له دي كيل مثلا. ده عشان أدخل صورة زي لوجو. تمام فأول ما بدخلها بيقول لي صورة فين الصورة وفين الوجه. اختر مثلا الفيس اللي فوق دوت. طب يقول لي فين الصورة اللي انت عايز تحطها. أظهر على صورة كون مسلا عايزة أخليها لوجو بتاع الشركة بتاعتي. وليكن مثلا الفيس تلتونة وستين تمام. بدأ يظهر للصورة. قدر أتحكم فيها. أعمل لها سكيل. لاحظ انها مش وقفة على الفيس بتاعها. لأ ده بتروح على الفيس اللي حواليها. يعني صورة بتخلص بتروح لأي فيس جنبية. تمام? انا مش عايز كده. انا عايز تخاصة بال بالفيس اللي هو عليها بس. تمام? هاجي هنا. هلاقي الشين فيس. خلالها نقفل ديت. هشيل علامة من الشين فيس. كده بقت خاصة بالفيس اللي عليها بس. اول ما حاجة تدخل بره. ما تزهرش معي. اجي من هنا اقول له انا عايز الوبستي اللي شفها فيها. قدر تحكم فيها. ممكن تخليها سفر. انت كده في البلاد العربية مفيش اي شف فيها خالص في اي حاجة. او ممكن تخلي شفها ما في المية عشرين في المية زي ما انت عايز. تقدر تحكم في ال اكس وال وال والز والسكيل. تقدر تكبر وتصغر. سواء من انت تكتب الرقم او تكبر وتصغر من هنا على طول. زي ما انت شايف الموضوع سهل وبسيط نفوش اي مشاكل. ممكن تقول له هوريزونتال فليب بتعكس الشكل زي ما انت شايف. او فرتكال فليب. بشكل ده. وبعد كده تقول له اوكي. كده خلاص الشكل بقى موجود قدامك بشكل ده. ممكن اقول له لا انا عايزة دخل اتاش كنفس. ده ممكن انت تدخل صورة وتبدأ ترسم الشكل اللي انت عايزة عليه. يعني ممكن مسلا عايزة ترسم عربية زي ديت. بتدخل صورة العربية تكون انت مسلا مصورها. وطبعا اي كاتب جنبها بقى انها نشرت عربية جديدة والف مبروك والحاجات ديت. هتقول له اتاش كنفس. تمام? وتبدأ تحدد الواجه اللي انت عايزة. مسلا عايزة حط الصورة على الواجه دوت. تمام? بيقول لي اختار الصورة. خليها نختار مثلا صورة زي دي مثلا. تمام? اكبرها عشان انتبعين. اهيت. تمام? ده اداءة موسيقية. همش حقف الموسيقى. هتبدأ بقى تستخدم الادوات الاسكيتش على اساس ان انت بعده برضو متعمل زي ما انت عايز وتعمل سليكشن ديسبليس رو زي ما انت عايز. هتقول له اوكي. وتبدأ ترسم الخطوط ديت. عن طريق ان انت مسلا الاسكيتش هتلاقي مسلا امر زي امر لاين تبدأ تمشي على الخطوط ديت. بكل سهولة. تمام? اهو. تمام يا مسلا هتجي هنا. زي ما شفنا في الدروس الاولنية. تمام? تمشي كده كده. وتبدأ ترسم الاقواس. وهكذا لحد ما ترسم الشكل اللي انت عايزه. تمام? دي فكرة ان انا استخدم الكنفاس ان انا ارسم على اسكيتش اي رسومات انا عايزة. وده ممكن مسلا يكون عندك شكل اسواس الابعاد. فتجيب كل الاوجب بتاحته. واحد مثلا تحطه على الوجه دوت. واحد تحطه على الوجه دلوال اكس وزد. واحد تحطه على الواي وزد. وهكذا تبدأ تجمع الشكل لحد ما يطلع معك الشكل اللي انت عايزه. تمام? طيب ايه الحاجات اللي ممكن ندخلها? ممكن انسرت مش انسرت اسف جي دي اكس اف. انسرت مش دي اشكال السبس الابعاد هقول له مثلا. انا عمل فولدر مجمع في الامتدات اللحم سقدمة كتير. تعال نختار اصغر ملف ده مثلا اهو. بيتدخل الشكل وتبدأ تقبر فيه وتصغر فيه زي ما انت عايز. تمام? تقدر تعمله في ديركشن. زي ما انت عايز. رسيت تنسفورميشن. ده اللي انت عملته. موف تو جراوند. يتحرك لحد الجراوند. سنتر. يعمل سنتر لشكل. طيب ممكن اقول له برضو دخل لي اس في جي. وهي اللي اختار ملف. تشوف ملف يكون متداز يو مفتد ارهاب و تدخله معكира. ممكن اقول له انسرت دي اكس اف. دي اكس اف ده الامتدى للمشترك وبين برامج الأتو كاد. يعني فيها برامج تاريب الاؤ كاد او البرامج التشغل كاد عموما هو بيقدر اه يعمل يعملkeiten الاختارة من ده ولده ملف تبادلي بين البرامج اللي تشغل بت Senator Kayden. زي برامج البيم. في امتداد مشترك بينهم اسمه اي اف اي از سي. كل البرنامج بيسايف على امتاد معين بس ده امتاد مشترك بين البرامج هلو اوبن وبختار هينزل على الانيواج تمام انسرت مود هينزل single sketch up ولا هون sketch up bear layer هاسمه حسب الليرات هلو ماشي تمام احنا اخترنا الملف دوت تمام هو يكون ملف فيها حاجة اقصى insert carrier component parties for cad تقدر تنزل الملفات ديت زايد ان انت لو عايز تفتح مشروع معين او حاجة تكون معمولة متعد معين هقول له upload بمجرد ان هو يترفع على السيرفر بتاع الفيشن 360 هشغل معاك هتقول له upload وتختار متعدد بص الامتاد ده لو اشغل بها سواء alice file سواء autocad لو انت عايز تفتح اي حاجة dwg سواء 2d او 3d الامتاد بتاع الفيوجن f3d الامتاد بتاع الفيوجن الارشيف file الانفنتر لو عايز تشغل انفنتر اللي احنا قلنا البرنامج ده cad وcam بيشتغل على الحاجات اللي هي خاصة بالcad والحاجات خاصة بالcam بيفتح برضو ملفات اللي هي katia dxf fbx ags nx object كل البرنامج ده بيفتحها stl اللي هي ملفات اللي هي خاصة بالصناعة step sketchup كل ملفات ده يقدر يفتحها ويقدر تعامل معها تعامل اختار ملف يكون صغير شوية ولي يكون مثلا ملف دوت هقول له upload هو كده هيبدأ يعمل له upload وابدأ افتحه وابدأ اشغل عليه على طول تمام ان يسيبه يتعمل له upload هو بدأ هو يخلص progress دي ميزة حالة في البرنامج ان هو بيتعام مع ابتدادات كتيرة ووش محصور في الامتاد بتاع بس لا ده بيفتح حاجات كاد وكام وحاجات اللي خاصة بالبهم برضو وبذات الاسكتش قبل ان اغلب البرنامج ممكن تشغل مع الاسكتش قبل فديه خاصة كويسة فهتلاقي البرنامج ان شاء الله يعني هتحتاجه على طول فأي حاجة ان تشغل فيها ممكن تطول الاساس اسهل واعمله بوسط البرنامج اللي هو في وجن 360 close ادهو الشكل هوت اقدر افتح المشروع دوت اقدر ادخل اضيف عليه اعدل فيه ممكن تكون انت عايز تطبعه على البرنتر سوريسيت الابعاد فيكون معك الشكل سهل انت تطبعه فهيوفر عليك ادوات كتير جدا البرنامج ان شاء الله تلاقي اساسي في الشغل بعد كده ان شاء الله هو الملف فتح معي تقدر تعدل فيه كما انت عايز ممكن تلغي جزء معين ممكن ترسم انت حاجة جديدة ممكن تعمله روتيت كما انت عايز هتلاقي الشكل هوت دلوقتي انت ملاحظ ان مفيش هنا history للعملات اللي تمت لو انا عايز تظهر بعد كده بحيث ان اي حاجة عملها تبدأ تظهر وقدر اعمل تراجع وقدر اعمل تعديل في اي وقت اجي هنا ادوس رأي click واختار capture design history فهو هيبدأ يجهز لي history بتاعي بحيث لو اي اجراء عملته اقدر اعدل فيه اقدر اغير فيه زي ما نعايز ايه الحاجات تظهرت معي لو في اي حاجة انا محتاجها وبش ظهرة تمام يعني لو في اي شيء ادوات انا محتاجه وبش ظهر معي باجي هنا من file واقول له انا عايز view ابدأ اشوف اي الحاجات اللي من الظهرة وظهرها يعني مثلا انا جيت انجي start من الظهرة ادوس عليها تظهر معي تمام اي حاجة عايز تخفيها بردو اقدر اغيرها من هنا من file view هتلاقي اي حاجة عايز تخفيها تظهرها اي جيت انجي start ظهرت تمام؟ دي بعض الادوات اللي المساعدة لنا طيب دلوقتي احنا شوفنا ازاي نعمل insert للصور وكامفاس والملفات طيب تعال نشوف موضوع material تمام؟ انا دوقتي انا شغال عايز اعدل في material لاي عنصر خلينا ندخل مثلا في ملف تاني ملفة بسيطة خوط خالص مفوش material كتيرة هاجه هنا اقول له modify هقول له انا عايز بلاقي عندي ثلاث حاجات physical material ده ابدأ احط بقى material الحقية يعني مثلا اقول له ده هيصنع من بلاستيك ده هيصنع من الحديد فلو هو عايز يبدأ يعمل simulation او يشوف الحاجات دي مثلا الوزن التحمل الحاجات دي كلها هيهتمد على physical material الابيرنس بيهتمد على الشكل لان انا عايز ابدأ اولون الشكل عايز ابدأ اقدي الوان بس انا لما بقول له ان المaterial دي جاز او المaterial دي بلاستيك ما بتفرقش او مجرد بس بياخد شكل الحاجة الـ manage material ببدأ ادخل اعمل material جديدة ابدأ اضبط المaterial فاحنا هنشوف التلاثة دول مع بعض دلوقتي هقول له manage material بيطلع لقائمة طبعا كلنا اكيد تعمل فيها سواء انت اشتغلت مثلا في الريفد في 3d max في اي برامج وتدسك هي نفس الواجهة تقريبا لان تجد فيزيكال لو انت عايز اعادة الحاجات خاصة الـ physical لو انت عايز اعادة الحاجات في جوال حتلاقي هنا تقريبا هم نفس الشكل ونفس الحاجات التي حينها هنشوفها مع بعض ازداد الفيفوروت لو فيه ماتاري الـ متريع المعينة تستغدمة كتير فهتبدأ تضعه هنا تيجي اي متريع الـ artج باك مثلا تمام هتدوس هنا و emissions بحيس انها تكون موجودة بدلا متعة تدور عليها كل شميه تمام؟ هذه المتريال الموجودة في الفيجول تقدر تعدل فيها تقدر تضيف عليها تقسم بها المتريال وده الاسم وده الكاتوجوري تقدر تتعدل فيهم ممكن تجي هنا تقول له مثلاً أنا أريد أعمل رينيم للحاجة أريد أن أعدل الاسم وهو ده مقفول تقدر تفتحه أقدر أقول له هنا أنا أريد أعمل أعدل سواء في المتريال تعدل مثلا في color ، تعدل في distance ، تعدل في index of reflection ، روتنس تعدل في cloud ممكن تضيف تغير شكل الحاجة كل هذا تتحكم في شكل العنصر ممكن تضيف صورة بدل الشكل بعض العناصر تجد البرامطر مختلفة دعنا نختار البرامطر تجد البرامطر تعدل في color تعدل في البرامطر تجد البرامطر تقدر تعدل في offset تعدل في scale تعدل في الريبيت هيتكرر كم مرة ممكن تقول له امش عايز يتكرر هي مرة واحدة بس فده كل خصائص في الشكل تبدو هتتعدل فيها ممكن تعدل مثلا في الشفافية في اللعنكاس في المادة الخشونة هنا الخاصات بقية الفيزيكل مثلا في لورينج اجي هنا ادوس هنا تبدو تطلع لي بلاي الحاجات الخاصة هنا دي بيقول لي بس ايه اسم العنصر ايه تمام هتكتب اسم هتكتب description comment keywords بحيث ان انت ممكن تعمل سيرش على حاجة معينة فيزهروا عندك يعني ممكن تكتب كلمة مجرد بس سورة البحث الابيرانس ده الشكل هتطلع ازاي دي بقى الخاصات الفيزيكل السيرمل قد ايه السبيشال هيت قد ايه الميكانيكل طبعا في بعض العناصر هتلاقي خاصات مختلفة خاصات فيزيئية مختلفة مثلا نختار مثلا ناخر عنصر تيجد خاصات الفيزيائية اكتر مختلفة كل ده عساس انه هو لما يجي يعمل مسلا simulation او لما يجي يعمل تجربة على عناصر يتعرف العنصر ده ايه الخاصات بتاحته طيب انا ده اتنتظرنا الميطر تمام من منجل باناتيريال يمكن اختار ن apart from the material قمي بتتورج كريت new material بس هاتفتب دخل كل البانان بتاعة ال material get new material بس هاتفتر بعد دخل كل البانان بتاعة المتاريال الجديدة ممكن تعمل وضع ال material او ممكن تعمل وضع موشفه وتسمي الجاية بالاسم اللي انت عايزه وتديها الخصاص اللي انت عايزها بدل ما تعمل حاجه موشفه ممكن تنزل المكتبه من اي مكان والدفها ممكن تكون انت شغال في حكل خاصه هذا المكتبه هنا غنية وكافية. بس ممكن ان انت عايز مكتبة جديدة تقدر تضيفها زي ما انت عايز. طيب دلات انا اقول له انا عايز الفيزيكال ماتيريال. هنا يقول له زي بعض فهتقضي الحاجات اللي هي اللي موجودة في قلب الدزاين او استخدامناها قبل كده. هتستخدم من المكتبة الفيوجن تتوين يجب عليك كلها. ولا الحاجات اللي انت بتفضيلها. ممكن تقول له ماشي وتبدأ تستخدم الماتيريال زي ما انت عايز. تمام? من هقول له وابدأ اختار اللي انا عايز يحطها الالوان اللي انا عايز يحطها. زي مسلا اختار وابدأ احط هنا. تمام? بيتحط كله. او ممكن اقول له انا عايز يحط الفيز واحدة بس. اروح مسلا اختار ديت. اقول له خلي دي الفيزي دي باللون دوت. الفيزي ده حتى ممكن الاجزاء الداخلية زي كده. تمام? لان دي عبارة عن الوان. فمش معنى العنصر من كتلة واحدة ان انا ممكن نخلي العنصر كله نفس اللون. ممكن نخلي جزء بلون والجزء بتاني بلون. الواجهة دي بلون والواجهة بتاني دي بلون. انما في الااا. لو انا بحط الماتيريال. هو مدام عنصر كتلة واحدة بياخد نفس الماتيري. تمام? طيب انا دل بقتي بعد ما حطيت الابيرانس عايز اعمل رندر. هيجي هنا من موديل اقول له رندر. بيغير الواجهة بيحطي الاشياء الخاصة بالرندر. تمام? بيلاقي حاجة اسمها رندرينج جالاري. موجودة تحت هيت. برضو لما ظهرتش باجي هنا من فايل فيو وابدأ اشوف ايه اللي انا عايز اصيره واللي اعايز اخفيه. هاجي من هنا تقدر تحط الابيرانس اللي انت عايزها او اللوان اللي انت عايزها. ندوص على علامة زيدة عشان تبدأ تظهر معيك. تمام? بعد ما حطيت الاشكال اللي انت عايزها هتبدأ تشوف شكل بتاعك عايز تخلي انا انا وجهها عايز مثلا تعمل له رندر الناحية دي. رندر الناحية دي زي ما انت عايز. تمام? هقول له اا الاعزازات بتاعت اللقطة. هبدأ شوفها ايه? تمام? طبعا ممكن تزود الاضابة بحيس انها ببوز معاك فانت بتحاول تعمل الاضابة معقولة. الوزيشن. تشوف انت الوزيشن عايز تخلي فين? يعني ممكن تعمل له مسلا الروتيشن للضوء هوت. بحيس الظل يجي معك بشكل معين. الجراوينت سكيل. لسه احنا ما حتنوش الجراوينت. السولد كالر الباك جراوينت ممكن تخلي عبارة عن تمام? واجه هنا في وشغل اي شكل انا عايزه. بخلي الخلفية بتاعت الشكل عبارة مسلا عن بيت او منظر طبيعي او صحية بزامن عايز. حاجة مسلا بالشكل دوت. وقدر اتحكم فيه. في الرفليكشن عايز مسلا جراوينت بلينيزر معي ما زهرشي. عايزي بقى فيه لتن. عايز فيه الفليكشن. طب الرفليكشن ده بقى ايه? كل الاعداد دي بابدأ اتحكم فيها. هلان قول صورة القرار. صورة القرار ده عايزه بقى لونه ايه? اللون المناسب للشكل دوت. تمام? كل دي عددات بحيس ان الشكل بتاعي يطلع تعمله رندر جيد جدا ونطلح الحاجة بويسة جدا الكاميرا عايزها البرسبكتف ولا ارثو بشكل دوت يعني هعالي انت عايز الحاجة القريبة من الكاميرا تظهر كبيرة والحاجة البيعيدة تظهر صغيرة زي ما الطبيعي للعين يعني لو فيه مثلا عربية نقل كبيرة القريب مني جزء القريب مني ده بيبقى كبير كل ما يبعد كل ما بيظهر ولا عايزهم كل الابات تبقى زي ما هي معمولة تظهر معك في اللوحة فبشوف ايه اللي انت عايزه تمام اا الفوكال لينس العدس هتبقى دي ايه تقرى رابط بعد دي الناس اللي شغالة في الكاميرات تعارفة الموضوع ده كويس جدا اللي كسبوه الشقر اللي ده اخر طبعا دي بالراح خالص مثلا حاجة زي كده الدبس قفلت بحيس ان انت ممكن جزء تخفيه جزء مشغل بتاعك تخفيه مسلا انت مش عايز تزر الجزء دوت فتقدر تحكم في اي جزء اللي ازهر معك او اي جزء اللي اختفي لو انت عايز يبقى فيه زي يدوب شوية على الشكل دي كل دي عددات بتساعدك ان انت لما تعمل رندر يطلع معك بشكل كويس ممكن تسايف الشغل بعد كده 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 انا عملت للشكل ده تمام بعد كده هقول له دي كل دي احنا نتشونها قبل كده ان انت تحط صورة او لوجو تعالي نختار كده لوجو جماما عملناها من شوية بكتشار شوف لوجو مسلا زي بم ارابيا تختار الوجهة وتبدأ تشوف صورة تحطي فين تبدأ بتعملها مو في الحد ما بتظهر معك مزبوطة في قلب الشكل انت بتبدأ تصغرها تتحركها لحد ما بتطلع معك مزبوطة في الشكل بتاعك تمام? وممكن تقول له فين بحس تبقى ظاهرة على الفيس بس اللي انت تشغل عليه تمام? اه تكيتشار ماب اللي انت حاصل تكيتشار ماب بتبدأ تعملها مو بحس تطلع في الشكل انت عايزه تكيتشار اللي هي صورة متقررة يبدأ يعمل اه رندر بعدية بسيطة ممكن تقول له لأ دي انا عايزة مسلا حاجة سريعة كويك بدلا عشان ماخدش وقت تمام? ممكن انت اي وقت تقول له خلاص انا مكتفي بالرندر لحد كده المترسوليوشن عزامية في المية في اخد وقته لأ دي انا عايز حاجة صغيرة في اي وقت ممكن تقول له وقف الرندر لحد كده كمام? بعد كم ممكن تقول له انا عايز اخد الصورة ديت انا اخد الصورة ديت اهوقف انا الامج رزولوشن الوزع بقدي ايه الهاي قدي ايه ممكن اقول له قصة ما اكتب ان الارقام دي زي ما انا عايز هنا ممكن اخلي كل ما اتغير الرقم مسلا تسعمية الرقم من تحت اتغير لان فيه اسبكت راتيو ممكن انت شلته تعدل براحتك بقتي يعني تخلي ده خمسمية وتخلي ده ستمية زي ما انت عايز براحتك هل انت عايز تخلي فيه لقى للصورة ولا ان ايب تنعيم الحواف تماما اوكي بقولون انت عايز ت 사람들 الصورة دي فين انا عايز تصبفها في المشروعو الى عايز تصبفها المشروع تانى ولا عايز تصبفها بقى ان تداد ولو عايز تصبفها على كوموتر بتاعك تختار مثلا عايز تصوف على كوموتر يبدأ يصبف لك الصورة канал ville ممكن بعد كده اقول له انا عايز اعمل رندر ويقول لي لازم تسيف المشروع دوت الاول هقول له سيف وروح مسيفه باي مكان مثلا سيف لما بيسيف ببدأ قدر اعمله رندر ويقول لي ازور شوية The design is begin saved and synchronized to the cloud Rendering will be enabled window بيبدأ اعمل لي render بيدين الاعدادات بيقول لي انت عايز الصورة دي تبقى في الويب ولا موبايل ولا عالزها للطباعة ولا عايزها عشان فيديو وكل واحدة من دول في اعداد مفضلة وطبعا كل ما بتكبر الحجم كل ما المساحة بتكبر طب انت عايزت تعملها على cloud ولا عايزت تعملها على local على الجهاز بتاعك طب standard وال final يعني عايزت حاجة سريعة واللي عايز حاجة خلاص هتعرضها على العميل ممكن تقول انت بستعجل مسلا معارف ان الصورة بتاخد وقت مسلا ساعة في ال render فانا عايز حاجة بس ايه عشرة دقيقة اشوفها وبعد كده لو في تعديل اعمله لو ما فيش تعديل اقول له اعمل ال final انت هتاخد دقيقة بالوقت عشرة دقيقة طيب انت ليك كم مرة تعمل الموضوع render في بعض البرامج بيقول لك عشرة مرات بحاجات زي ريفت زي كزا انما هنا بيقول لك مفتوف معاك unlimited فبقول له اعمل لي ال render فايضة يعمل هو ايه ال render بقول له close وال render شغال تمام ممكن اقول له انا عايز اعمل render لل top بتسحب وتحط هنا يبدأ يعمل render لل front تبدأ تسحب وهو بقى يبدأ يعمل render للحاجات دي كتا لما يخلص خالص تروح دايس على الصورة تبدأ تظهر لك render زي ما تشاهد ممكن تقول له انا عايز render لل right او front او home ورا تسحب وتحط يبدأ يعمل لها render خليك تمام render 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 in progress العملية render شغالة cancel rendering تعم? طيب وهو كده بين من عملية render بتقول له render as بتبدأ تشوف بقى اعدادات مسلا عايز تغير الحجم متاع الصورة عايز تغير ال aspect ratio عايز تغير كل حاجات دي تقدر تعدل فيها تقدر تقول له اعمل لي download انا عايز اعمل لها download عايز الغي الصورة اعدل فيه الصورة زي ما انت عايز ممكن اعمل لها share اقول له اشيارة على على الجالري احنا كل شغلات دلوقتي على على السيرفر متاع وتدسك خاصة بالمشاريع ان انا ابدل اشتغل انا اصحابه على نفس الملف لا ممكن اقول له اعمل لي على الجالري سيفالي على دي بعض المعلومات ده لو انت عايز تعمل زوم على الحاجة معينة تمام؟ ده زي ما شفت الامر سهل وبسيط وسريع ان انت تعمل الحاجات دي زي ما حشوفنا صورة ان انت تعمل الشكل صورة ان انت تعمل كل الحاجات دي هو البرنامج بيقدم لك اسهل الطرق وبيقدم لك طرق متنوعة بحيس ان انت تقدر تعتمد عليه ده كومنت تمام؟ لو في اي تعليق عايز تكتبه هنا براحتك طيب ممكن نرجع هنا للموديل ولو اطبع لي كل الشكل دوت بثريو مش عايز تشوفها مش عايز بعد كده الريم في منت عايزها هاي ولا ميديم ولا لو ولا كاستم هتبعتها ال وفضل ان انا ابعتها البرنامج متخصص هنا مثلا وعرض عليا ان انا هتبعه على برينت ستوديو او او مش ميكسر الاتنين دول تبع اوتو ديسك او تقصم لو انت عايز حاجة خاصة بك في مثلا تطبيق او برنامج خاص بالطبع السلسية الابعادة اللي عندك ممكن تدخله وتبدأ تتبع من هناك او ممكن اقول له انا عايز اتبع على برينت ستوديو هيقول لي اعمل دولود لوتو ديسك برينت ستوديو او مش ميكسر هيبدأ يقول لي اعمل دولود لوتو ديسك مش ميكسر بحيث ان انت تدخل الحاجة دي عليه وتبدأ تتبع منه تمام؟ اتمنى يكون البرنامج سهل وبسيط وان شاء الله في الدروس الجاية نبدأ نتكلم مع بعض التفصيل الاخرى اشتركوا في القناة